بسم الله و الحمد لله و السلام و عاصل الله حبايبي في مصر وحشون جدا ونستي اشوفكم و نستعد معاكم انت عارفين ان انا احبك قد ايه ونسأل الله ان هو يهدي الامور في مصر والامور تمشي ان شاء الله على احسن حال بإذن الله ان شاء الله يتبقى تلك كلمات بسيطة حتى لازوب كلامه على الشفاء و تذهب الرسانة من الحجة فسأرتقي على ثلاثة مراقي اصلا من خلالها ان شاء الله اقدر الى شاء هذا الموضوع بزروة سنامه والله اصلا نجعلها بيضوة نقية و نجعلها صنعة من حبة لمنطب و نجعلها كثيرة المعاني و قلية المباني نولي ذلك والقدر علي الله اكبر الله اكبر النقطة الاولى اول مركز الطيارة دقيت الراجل بيقول لي ربطل الاحزمة بعد كده قال لنا نفك الاحزمة و احنا نزلين قال لنا ربطل الاحزمة و الواحد قاعد يفكر كده وشماعنا في التلوع و النزول هو اللي بيقول ليك ربطل الاحزمة بعد كده عاديه لانه اخطر وقت اللي هو وقت التلوع او وقت النهضة او وقت التغيير من حالة لحالة هو ده اللي في مشكلة التغيير من حالة الحركة لحالة سكون او من حالة سكون لحالة حركة ده اخطر وقت و ده لازم يبقى مركزين في جدا و لازم كلنا نتعاون فاللحظات دي اللي هي لحظة السعود و لحظة الهبوط بالنسبة للطيارة و بالنسبة للأمم تحتاجها تركيز جامل جدا لازم الطيار ومساعد الطيار يكونوا مركزين و ده اخطر اللحظات فلازم كل واحد يبقى ربط الحسام و لازم كل واحد يقعد في مكانه و لازم يبقى فيه التزام نفس الموضوع بين نتبال الأمم بتاعتنا لازم في الفترة لا يتغيير من حاجة لحاجة لازم كلنا نتعاون مع بعض و لازم كلنا ننسى خلافاتنا و لازم كلنا نبقى ايد واحدة على قد ما نقدر لازم نغلب بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة المصلحة الخاصة المقصود بها كمصلحة افراد او كمصلحة احزاب اهم حاجة ان يعني لو انت ضحيت ان شاء الله ربنا يعني يجرك و ربنا هيديك احسن منها و شعب هيعرف ان قلبك على مصر زي ما سليمان الحكيم السيدنا سليمان اسف روية القصة الله علم بسيحيتها ان ان كان فيه اتنين قاعدين على الشاطئ وبعد كده بنت واحدة فيهم اختفت كان كل واحدة فيهم مع عائل صغير فعائل فيهم اكل لزق فبقى العائل التاني بتعميني فاختلوا فيه كل واحد يقول ده ابني فراحوا لسيدنا داود فسيدنا داود حكم بيه الكبرى فسيدنا سليمان شافهم مخارجين فقال لهم ايه قال لهم كذا كذا قال لهم تطبقيته الطفل دوت و جابوا و راح اجاب سكينه و انا لا اقسمه لسيدنا فالصغراء قالت لا لا ده اللي ددناه فعارف ان دي احق واحدة و ان دي امه و ان دي القلبه على الطفل فراح ادال الصغراء دي نفس الفكرة لازم نتكتف اكتر لحظات بيحصل فيها مشاكل لحظة رو و لحظة النزول اشركات الطائرات بتبع عارفة ان دي اكتر لحظتين مداما طلعت بالطائرة خواص بيش مشكلة بساعة النزول هي تلي ساعة بتحصل فيها مشكلة اكبر حوازة بتحصل في الحيثتين دول لذلك حتى في الكمبيوتر بيقولك اكثر الاوقات اللي ممكن تحصل فيها مشكلة لحظة ان الكمبيوتر يفتح او يقفل فعشان كده في الناس بتتبه بالاسابيع من غير ما تقفله تمام فدي النقطة الاولى النقطة التانية والنقطة مش خاصة بالدولة اللي انا فيها او مش خاصة بالدولة معينة لا لا موجودة في اكتر الدول العربية ويعني كانت مراحظات برده شفتها انا في مصر وبعد كده ما كانت مراحظات ديات فحبت اقولي ممكن حد يسفد منها وحد يدار يطبقها الحرارة شدة جدا طيب احنا ممكن نواجهها ازاي انا ريت حلها بس شاف ان اه بش اعمل خالص ان احنا نعمل مظلة كبيرة حواليا المدينة هذا حل بش عملية لان طبعا الطريرت هتطلع بوطاين مش ذايب وبعدين هتستطدوا كل اشياء الشمس يعني حل بش عملية ايه حل العملية انا فكرت فكرة كده الله علم بزقة او بزقة التباطة الاولى بس شا الله كنت اولا انها فكرة بشتى خالص المدن جديدة مفروض تبقى كلها سوى واحد مثلا خمس ادوار او شت ادوار وبقى فيه مستفى بين الامراط مستفى واسعة تمام زي مرشو السلام قال ونبدأ نزرع بعض النباتات اللي هي بتبدو الزل تمام بين الاسطح ونحاول نختار حاجة يكون لها صمرة يعني انسى بحكات الزرع الزينة نحاول نشوف الزرع اللي صمرة يعني اي حاجة بقى لها خصوص فمسلا ممكن نبقى مثلا 6 حسن انت فقط في كذا طب الشجرة التانية مثلا العنب جابت الزل وجابت ازدارع صالحة او كذا فنبدأ نختارها في بعض الحاجات اللي شاوها النخل ليه زل وليه شكل جميل بس ما بيديش ثمرة طب ليه ما نختارش النخلة ونزرع ونسيبها في الشرع اللي عايز ياكل ياكل فقال الفكرة ببساطة ان العمار كلها يبقى ثوى واحد ونبدأ نعمل نباتات متصلقة او نباتات بين العمير بحيس انها تدهت زل طبيعي جميل اي الهو برضو يدخل بشكل جميل جدا فده فكرة بسبب حالص تفاصيل بس ما نخشج في وكنت كلمت عنا كذا مرة في المدوانة اسمها مهويس البيم. مهويس البيم دي المدوانة الخاصة بي. النقطة اللي بعد كده هي المياه. المياه سخنة اوي. اول ما بفتح فعالة المياه سخنة. ففي مشكلة يعني ايه اللي خلي المياه سخنة كده بالطريقة دي. فطلعت ببنة كبيرة وبدأت بص على العمار اللي حواليها فلاقيت الخزانات المياه كبيرة فوق العمار. اه طب ما خزان المياه ده معرض للشمس كده يعني طول ما الشمس طلاحه وبمتعرض لها من اول فاكرة حد المغرب وتعرض تعرض مباشر. فالميا اللي فيه كده كده تسخن. فواحد يقول لي ده فيه عزل. تقول لا ما فيش حاس مها عزل مياه في المياه. فيش حاس مها عزل يصمد الوات ده كله. طب ايه الحل? الحل بعد كده تبقى الخزانات فيه نوع من الخزانات بيبقى تحت الارض. تمام? وفيه حل تانا اقول عليه. طب اضر المبنى خاصة نعمل وصعب ان احنا نعمل خزانات تحت الارض. اه نرجع للموضوع الضل. يعني ابدأ اعمل نماتات متسلقة او ابدأ اعمل الضلة للخزانات. على اساس ان المياه ما تسخنش. ما متبهاش ما معرضه بشكل مباشر للشمس. تمام? اه قلت انا برضو موجود في اه في قرية كده في اه الغداء. في فندو بدون ذكر اسامي. فلاقيت المياه يا سوقنا برضو. فقلت لا ده فيه فيه مشكلة بقى. فطلعت في السطح الفندو اللي انا فيه. فلاقيت ان المفيش غزانات. طب ايه المشكلة؟ المشكلة ان رجل سيب موثير ماشي طول الوقت معرضه للشمس. يعني ايه؟ يعني هي مفروض فيه مصورة رقصية. خل المصورة رقصية دي تطلع حد فوق. وتمشي تبقى تدي كل فتحة من فتحات. تمام؟ عمصورة رقصية طلعة كده. وعندي كذا مصقة نور او كتا شفط قدام كل حمام فمنازل موثير. وماشي مصورة كبيرة جدا لحد ما موثل الحاجات دي. فكل دي كمعرض للشمس. فكلمت صنع المصورة قال لا ده معزولة. طول ثانية واحدة. يعني ايه معزولة. انت عمصار كده رحت جايب في حتة مثلا مفاقدل. طوله امسك. انت كده بش حاسس بسخونة المية. بش حاسس. او مهما كانت مصير برو بولين. ما فيش حاس معزولة مية في المية. وإلا معزولة مية في المية. يبقى تمسك المصورة ما تحسش بمية اللي جواسعة او لسخنة. فكتدي من دون الحاجات اللي يعني ما عجبتنيش. فكت ممكن تضلل او انها مثلا تحطف علبة. علبة بحيث انها. ما تبقىش معرضة الشمس بشكل مباشر. بحيث ان المية تبقى خفيفة. فدي كانت ملحوظة بسيطة جدا ان شاء الله. اه. لو حد عنده اي اضافة يعني مش منتخاصس اوي في الموضع ديات. بس كرجل عادي. كرجل عربي ومسلم ونفسه وبلد نتقدم بيقول ملحوظة ممكن واحد تاني. يقول لي طبعا عندي حلول تاني احسن فاقولها. فما ممكن على مدوانة مهويس البابنة نبدأ نطرح القراءة ونبدأ نتناشى ان شاء الله. اه. الكلام تع عن ثلاث نقطة. اول نقطة حكاية اه. بداية الامة او نهاية الامة لازم نبقى مركزين فيها ولازم نتعاون فيها. ولازم دي اخطر نقطة. اللي بعد كده يبقى سهل ان شاء الله. اه. الموضوع التاني. موضوع ان احنا لو هنعمل موضوع جديدة. ودي ممكن تتعامل مسلا للعمال برا المنطقة مسلا. مسلا. جنبيها. واستيبقى بعد كده اي حد ممكن يسخنها. اه. ويبقى فيها بعض الخصائص. يعني ممكن نقلل توليد الكهرباء كله بالالواح الشمسية المطنعة مع داخل بلادنا. اه. يعني فيش فت حاجة كده كنت اكتبت معنا في كذا الفيديو قبل كده. اه. نقطة الثالثة. موضوع خزيات المية. انها تتحطي تحت الارض او يبقى ليها عادل او ليها حاجة فوقها تغطيها. اه. كان معكم اخيكم عمر سليم من الدوحة.